السلام عليكم وبركاته مرحبا بالجامع على القناة في هذا الفيديو كما ترى في العنوان اليوم بحول الله سنرى مراجعة تفصيلية لهذا القطعة امازون فاير تيفي ستيك 4K النسخة ماكس كين نوعين من هذا الجهاز ولا ثلاث انواع النوع القديم الذي دمنا له فيديو في اول بداية القناة وهو فاير تيفي ستيك النسخة الثانية هي 4K والنسخة الثالثة وهي احدث نسخة اللي هي فاير تيفي ستيك 4K وماكس الفرق بين النسختين الفاير تيفي ستيك 4K والماكس هو فقط في الويفي النسخة 6 والستوكج اللي هي الميساحة هذا النوع فيه 16 جيجا تخزين النوع القادم اللي هو فوركا فقط فيه تخزين 8 جيجا اللي راح نشوفها من بعد كي نرطوح بالجهاز المهم هذي هي القطعة من شركة امازون المعروفة هذا القطعة دائرة درجة كبيرة تعتبر من افضل القطعة الموجودة في الاسواق لكن هنا في الاسواق العربية ناقصة لكن تقدروا تطلبها من بعض المواقع العالمية كي ما كنتم تشوفوه هذي بعض المواصفات السريعة لنشوفها على العبر منها المساعد المساعد السوتي ونشوفو هنا هذا القطعة تدعم الويفي ستة اللي هي احدث نسخة تاويفي اللي تتحمل سرعة كبيرة انترنت وايضا تتحمل عدد كبير من المتصلين لكن لازم يكون عندك الروطة لتاعك يكون يدعم الويفي ستة كي ما كنتم تشوفوه هذا هو الويفي ستة كان هنا ريفيرونس اللي هو رقم 802 11AX هذيك اللي يتعبر باللي الجهاز يدعم الويفي ستة هذيك 11AX لما تشوفوها في اي جهاز عارفوا باللي فيه الويفي ستة عنا الفوركا إلترا HD كي ما كنتم تشوفوه عنا خاصية الHDR High Dynamic Range وعنا Dolby Atmos وعنا القواد كور الخاصة كي ما كنتم تشوفوه هذه الويفي ستايل فوركا HDR شركة امازون وهذه اهم المعلومات اللي موجودة في العلبة فيها بعض التطبيقات اللي رأي ستظهر معكم مثل نتفليكس و برايم فيديو يوتيوب و هولو و ديزني بليس يعني لما تشعلوا الجهاز اللي اول مرة رح تلقاوا هذة التطبيقات منصبة بشكل تلقائي الان نجو نفتحوا العلبة ونشوفو واش فيها رح نلقاوا القطعة نفسها امازون فاير تيفي استيك هذه هنا ملاحظة مكتوبة فضاء العلبة فور باست بفورمانس يوزدو انكلويد باور ادابتر يعني من الاحسن انك تستعمل ادابتر اللي جي مع الجهاز ومتستعملش الكابل اي اس بي واحده هذه المعلومة الموجودة على الوقتة عنا عنا ريموت كنترول كيف تكلمنا لها في البداية مدعومة من مساعد هذا هو ومعنا بعض اختصار التطبيقات لها نتفلكس براين فيديو ديزني بلاس وهلو بقية الأزرار المحتادة تعال اضفاء والاشعال تعال اوكي تعال الاتجاهات تعال الرجوع وتعال الصبت يجي معه مساعد ايضا اش دياني يعني باش يساعدكم في تركيب القطعة مع التلفز هذا هي الناس اللي عندها التلفزة في مكان ديق قدروا استعملوا هذا القطعة عنا ايضا كتاب تعليمات هذا هو يلقى اي مشكل يقدر يشوف كتاب تعليمات سيلقى كيفية تركيب القطعة مع انه تركيب يعني حاجة سهلة اخر والاقبل الاخير عنا كابتة اش دياماي كما تشوفوه هذا هو نوع جيد عنا في الاسفل لما ننجو هنا عنا في الاسفل لما ننجو هنا نحن نلقاه بطاريات فيها نريكم انه فيها الشعار امازون هاي هنا امازون بازيكس نوعية جيدة كين اثنين واخير حاجة موجودة في العلبة وهي ادابتر USB بتاع التغذية هل يخبركم في بليكين نوعين من هذا ادابتر نوع الأول الخاص في المنطقة امريكا كما تشوفوه هنا هنا هذا الشكل والنوع الثاني يأتي للوروب يعني فيه مدخلين يعني يدخل مباشرة في المخد الخاص بالتغذية ولكن هذا تقدروا ادابتر هنا لكي تحولوه من الأمريكي إلى الأوروبي هذه محتوى قطعة امازون فارس تيفي ستك 4K ماس الآن سنربط قطعتنا بجهاز تلفز لكي ترى المواصفات اللي فيها ونرى الواجهة كيفية انشاء حساب امازون وقودوا معنا لنهاية الفيديو مرحلة الأخيرة من إعداد الجهاز نحتاج إلى حساب على موقع امازون إذا كان عندك حساب راح تجيل الخانة الأولى هاف انو كونت تضغط على سين اين تدخلوا بيانات الحساب إذا ما كانش عندك حساب مثلي أنا راح نختاره نيوتو امازون كريايت افري اوكامت راح ننشأ حساب جديد ندخل بيانات تعين نعود نرجع لكم في هذا الخيار ستختار نوع التلفاز اللي يكون عندك من خلال كل هذه البرندات الموجودة هنا موسيقى بعد ما كملنا اعدادات القطعة دلنا تحديث تحت التطبيقات الموجودة على الجهاز الآن لدينا هذا الواجهة لا يمكنك تشاهد فيها نصبت فيها بعض التطبيقات كما تطبيق تعناد فليكس ويوتوب وبروين فيديو هاته التطبيقات لما تشيروا الجهاز لأول مرة ما راح تكون منصبة لديكم فيديو منفصل كيفاش تنصبوا هاته التطبيقات بتغير فقط العنوان اللي يكون في الجهاز ولا في العنوان تعال امازون تديروا عنوان امريكي باش تقدروا تنصبوا هاته التطبيقات ندركم ان شاء الله فيديو مفصل ونشرح لكم كيفاش تديروا هاده الشي النظام اللي موجود في هاته القطعة هو النظام اندرويد لكن الواجهة اللي كم تشاهد فيها اسمها فاير تيفي عادي نروحوا للاعدادات باش شوفوا المواصفات العامة تلك القطعة التانية نروحوا الاعدادات نروحوا ماي فاير تيفي هنا نروحوا الاوباوت كما كنت شوفوا عنا اسم القطعة عنا التخزين كنت حاسب انو القطعة اللي عندي امازون فاير تيفي ستيك فوركا ماكس الماكس كنت حاسب باللي فيها تخزين 16 جيجا لكن ظهر انو فيها 8 جيجا مايش عافي اذا كان نسختين ولا هي جيفيها 8 جيجا يعني بار ديفو وايضا السوفتوير version اللي كنت شوفوا فيه اللي هو فاير او اس هادي نسخت تابعو 7.6.7.1 نصبت هذا التطبيق الموجود هنا نروحوا الاخر الشاشة تطبيق ديفايس انفو باش نشوفوا المواصفات العامة تاجياس كما كنت شوفوا المعالج اللي هو وربعين نوات يدار معكم هنا في الصورة 1.2.3.4 بالنسبة للرام كان 2 جيجا ومتخذ منها 56% كما كنت شوفوا في الصورة هذا هو التخزين تقريبا اني مستعمل 64% لانه نصبت بعض التطبيقات وكان بعض الخيارات الموجودة في الجهاز تقدوروا تقراوها باش نصب هذا التطبيق نشوفوا هنا انا ديفايس 2.4.2.3 ساعدنا ساعدنا مواصفة المعالج اللي هو 3.4.4.2.5.0.1 وهذا هو هذا هو رفيرنس تعوض لانه ناتورك لانترنت كما قلنا يدعم الوي في ستة اخر جيل يعني هذه اول قطعة ندير لها مراجعة وتكون تدعم الوي في ستة وباش تستفادوا من هذا الخيار تعالي في ستة لازم المودام بتاعكم يكون يدعم والفرق بين الوي في خمسة والوي في ستة الجيل اخر هذا تعالي في ستة يتكون فيه سرعة يعني عالية وسرعة في التصفح ايضا يدعم بزاف اجهزة مشي كما النسخة السابقة هنا التخزين تكلمنا على هيوة 8 جيجا ولا كان بعد النسخ اللي فيهم 16 جيجا وبالمناسبة تقدروا تضيف يعني مساحة خارجية قدرنا عليها فيديو ممكن في المستقبل نقولكم كيف هاش تزيدوا تضيفو مساحة خارجية ولا اه كارت ميموار لانه رقعت علي عنا ما فيهاش ما دخلت ايو اس بي عنا الباتري ديسبلاي ديسبلاي قلنا يدعم حتى الفوركا يعني ستين اف بيس غاد نشوفوها هنا في الاعدادات هنا الاعدادات روحوا ديسبلاي اند الساوند روحونا الفيديو ريزوليشن خلوها اوتو وايلا اذا كان عندكم جهاز تاكو متع تلفة زيدة عن فوركا راح تلقاو الخيار هنا تاع فوركا ستين هرتز هناكين بعض الخيارات الموجودة في الاعدادات منها البروفيز يعني المستخدم الخاص بالجهاز تعكم اناني ضايف مستخدم تقدروا اذا كان عندكم شخص اخر يشاهد معكم ولكن التفلت تعكم ايضا يشاهد تقدروا ديفولو مستخدم جديد وكلو يكون عنده تطبيقات الخاصة به عنا هنا اكاونت اند بروفيل سيتينجز الخاصة بالحساب تعالى امازون عنا الويس في تكلم نعني الديسبلاي كان هنا خير تطبيقات خير اكيب مو كنترول عنا الكنترولر ان بلوتوث ديفايس تقدروا تلقاو هنا جميع الاجهزة التي تكون متصلة بالجهاز من خلال بلوتوث ومنها الريموت كنترول تعنا تضغط اوكي تشاهدوا التفاصيل تعالى الريموت هنا عنا المساعدة الصوتي اللي هو الاكسا وللاسف ما يدعمش اللغة العربية اصلا القطعة ما يدعمش اللغة العربية وايضا مساعدة الصوتي ما يدعمش اللغة العربية تماما مدى بكم تستعملوا يا اما اللغة الانجليزية ولا اللغة الفرنسية هي الاقرب كان هنا بريفيرنسيز لقابات الايدادات من بينها اللوكيشن تايمزون واللغة وعنا اخر شي اللي هو الاخسيسيبليتي والهرب بالمناسبة تقطع تدعم تطبيق تاع داونودر تنصبوه وباش تقدروا تنصبو التطبيقات من خلال تطبيق تاع داونودر تو bus 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 راح تروح وين كان انستال النون ابس وتعطوه الصلاحية اذا كان عندكم عدم تطبيقات كي ما هنا دولون در يكون اوف نعطوه اون هذا المكان ومن خلالها تقدروا نصبه جميع التطبيقات جميع التطبيقات الرسمية ناتفليكس ولا يوتوب ولا برايم فيديو ولا اتي في ابل تدعم جودة الفيديو 4K HDR بدون اي مشاكل سنجرب معكم فيديو في التطبيق اليوتيوب هنا كما تشوفوا الجودة تاع صورة متظهرش فوركة لانو التلفاز عندي مهوش فوركة اذا كان عندكم التلفاز عن فوركة او الخيار تاع الفين ومئة وستين بي لكن جودة تاع الصورة رائعة كما اظهر معكم في الفيديو ونجربكم ايضا فيديو اخر اشتركوا في القناة هادي كانت بالنسبة للجودة الفيديو اللي هي فوركة اش دي ار الان نجو نجربه سرعة الانترنت من خلال قطعة تاعنا مع العلم انه ما عنديش انها سرعة الانترنت عالية لكن شوفوا اذا كان يستقبلها بكامل او لا من خلال تطبيق تاع سبيد تست كان بزيف تطبيقات موجودة في المرجان من بينها هذا التطبيق المفروض انه في العادية نستقبل الان 12 او 18 ميجا كما كنت شوفوا اعطاني تقريبا 14 ميجا وهي سرعة مقبولة وسرعة الرافة وهي 1 ميجا يعني انه الجهاز راي يستقبل الانترنت بشكل عادي وجربت ايضا ايضا اني نصب تطبيقات المعتادة لموالف نصبها على الاندرويد تيفي تاعنا مثل تطبيق تعيسين تيفي جربت بيعمل بشكل جيد تطبيق اش دي او بوكس سنجربو بعد حين اللعبة من خلال الريموت تطبيق تعيسين ايضا نصبتو يعمل بشكل عادي وايضا اذا حبيتو يعني تنصبوا التطبيقات من خلال هاتف التعكم تقدر استعملوا التطبيق تعيسين فايرز تو تيفي هذه هي التطبيقات وكلها تعمل بشكل عادي جدا ومتنسوش اذا حبيتو تنصبوا اي تطبيق من خلال داونلاودر الكود 697-17 تلقاوا التطبيقات اللي تحتاجوها اخر شي نجربوها القطعة التعنا اللي هو الالعاب عندكم ايضا في الريموت كنترول تقدروا تضغطوا ضغط مطولة على زر الهوم جانا معكم هذه الواجهة اللي فيها البروفايز كما قلنا فيها التطبيقات فيها مود سليب وفيها خاصية الميرونيك اللي تقدروا من خلالها تعرضوا شاشات الهاتف التعكم للجهاز المهم يكونوا الجاهزين مربوطين بالنفس الواي فاي وعننا هنا تقدروا تدخلوا اعدادات الجهاز اخر شي راح نجربو تشغيل اي لعبة تكون متوسطة اول شي نربطو يد التحكم خاصة ببلاي ستيشن فور من خلال اعدادات كنترولرز and بلوتوت دوفايس ونجروا الخيار الثاني اللي هو game controller اد نيو كنترولر نجروا عملية تعبحت نجروا اتصال من خلال يد التحكم نقدروا نتحكم حروب بوكس اولا الستيك من خلال يد التحكم نقدروا تشغلوا الجهاز نستطف ايضا لعبة اخرى نحاول ان يشغلها لعبتها سباق ونجروا تقدروا تلعبوا بالريموت كما تشوف الصورة ولا تلعبوا بالريد بلاي ستيشن اشتركوا في القناة 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 هذا هو بالنسبة للألعاب التحكم كان عادي وأيضا الصورة كانت جيدة ومقبولة هذه هي المراجعة التي عنا بخصوص هذا الجهاز وآخر شيء نتذكره السعر بالنسبة للجزائر هنا شريته مبلغ 21000 دينار جزائري بالنسبة لمواقع الأخرى تلقاها من 50 دولار حتى 60 دولار لحسب المنطقة وليحب يشتري هذا القطعة يتواصل معي برقم الوطب الراه موجود في الوصف وننضلكم على شخص موتوق يبيعكم هذا القطعة ونعود لكم توصيل حتى باب المنزل إن شاء الله ما نكونش أنسيت أي شيء بخصوص هذا الجهاز لعنده أي مشكلة لعنده أي تعليق يخلي هنا نحاولون جاوبه بإذن الله تلقا في فيديوهات أخرى دنتم في أمن الله السلام عليكم